مرحبا شباب بهذا الفيديو حنتكلم عن كيفية استخدام لدرامراك اللي موجود بابلتون لايف بحيث انه نقدر من خلاله انه احنا يعني نكون ايقاع معين باستخدام سامبلز او ما شابه كانت ويفز او من السامبلز اللي موجودة في برنامج ايبلتون لايف طيب احنا اول شي عشان نبدأ نصنع لدرامراك عدنا لازم نكون فاتحين قناة ميدي فاضية طبعا وبعدين اروح على الدرامز وناخد درامراك البلوغن حيكون فاضي طبعا ونحطه بالشانل الميدي الان اصبح عدنا هذا الشانل وبيحتوي على ادات او بلوغن الدرامراك ونلاحظ انه هي فاضية تماما الان اللي عدنا هنا نلاحظ انه في عدنا المربعات هذه هذه المربعات اللي نلاحظ مكتوب مثلا هنا C1 وهنا C2 بعدين عدنا C شارب D D شارب E F F شارب G G شارب A A شارب B وهكذا واللاحظ مكتوب مثلا 1 كل هذا هنا 1 بعدين 2 نصعد فوق عدنا 3 و4 وهكذا وهذه عبارة عن الاكتافات اللي حيكون يعني النوتات او الاكتافات اللي واحد الاكتاف الاول اثنين الاكتاف الثاني وهكذا وهذه هي اللي حنحط عليها السامبلز الخاصة بالايقاعات مثل كيك الكلاب السنير اين كان طيب احنا الان عشان نبدأ نجهز او نبني الايقاع او الدرامراك تبعنا لازم نختار السامبلز اللي حنشتغل بيها البروجيك تبعنا خلي نختار اي سامبلز من اللي موجوداتنا الان نلاحظ هنا انا عندي بقائمة لدرامز عندي كل هذه عبارة عن كتات ايقاعات طبعا هي مو لوبز وانما مجرد سامبلز واحنا بنعمل فيها اللوب او اللي ايقاع اللي احنا حبينا بس انا حروح على مكتبة السامبلز وحاختار سامبلز يعني اي سامبلز حاليا بهدف الفيديو فقط لما نضغط على السامبل حنكدر نسمع صوتها خلي ناخد مثلا شيء كيك اول شيء اوكي ناخد هادي كيك ناخد كمان نكلاد خلي ناخد هادي اوكي ناخد كمان ناخد هادي لاحظوا انا قاعد اسحبهم وحطهم على الخانات هادي ناخد هادي اوكي خلي نكتفي بهذه السامبلز عشان ما يكون الموضوع معقد الآن خلي مثلا نفتح نفتح مديك ليب على الشانل هادي ضغطين اعطانا الآن لوب بحجم واحد باب ممكن لو بعادين احتاجنا نمدده او نخليه اطوله طيب خلي نعمل اي لوب الآن لو طغطنا على هادي الابشن ها نكتف نسمعه صغطنا على المهم اشتركوا في القناة 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 هاي باس واشكال ثانية مثل الباند باس وغيرها طيب انا كن حابب انه اناقص رليس تبع الكيك خلي نسمع ونشتغل عليها ونشوف لاحظة الان نصبح رليس وان ميلي سيكن واختلاف كبير ببعث مليقات غيرها بعدنا موسيقى 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 ككذا معقول موسيقى موسيقى طيب هاي هات هنعمل لها ترانسبوز واحد موسيقى وهنا نعمل لاتاك شي بسيط موسيقى وطبعا لو حابب انو ارجع مثلا اعدلت شي احابب ارجعها على الديفولت حاظغط right click وبعدين return to default اعطاني هنا رجع عليها على الديفولت اوكي هنا عندي زي ما قلنا هذه الخصائص الممكن اتحكم فيها في عندي ممكن ادخل على options اضافية هنا يعني تعتبر options شوية متقدمة وكنت تعمق فيها بنفسك وتجرب فيها وتحاول تفهم انو وظيفة كل option من هذه ال options يعني انا بحاول اعطيك الاساسيات بس واباقي اعتمد عليك انو انو تجرب وتشوف بنفسك وتوصل للخصائص الاضافية الموجودة ايضا في عندك انا option زي ال chain ممكن تلعب فيها وهذه ايضا تعتبر يعني next level بحيث انو تتحكم الصوت تبع الميدي من وين يجي وين يروح ال plugins لكل صوت لكل مثلا لكل samples ممكن تعمل layering مثلا ويجي يعني نوتة ميدي وحدة تشغل اكثر من samples وهنا عدنا تبع الماكرة كمان طيب خلينا الان على الاشياء الاساسية الان احنا مثلا عملنا اللوب مقتنعين به بس حابين نضيف نعمل شوية اه شوية mixing بسيط يعني اللاحظة انو الان لو دخلت عندي على arrangement view ما في عندي شي هنا ليش لانو انا شغال بال عندي هنا بال clip view و لو حابب انقلها زي ما شوفتكم بفيديو ثاني كنا نسحب نوديها وطب هذا الشكل وبعدين لازم نضغط على option هذا فالان حولها حولها عندي من هذا ال view الى view الثاني ثاني طيب ممكن نشتغل هنا وممكن نشتغل بهذه الصفحة طيب احنا قلنا الان حنعمل شوية mixing نحاول نصفي الصوت او نجمل الصوت لو ضغطت على هذا ال option بعتبر انه هو درامراك هيفتح لي التشانلز الاضافية او الفرعية اللي موجودة بال بالبراك اللي عندنا هنا عندي الكيك الكلاب الهايهات الكونغات لما نضغط على كل واحد بيفتح لنا كأنه التشانل منفصل هذا معنى انه انا ممكن اضيف ممكن اضيف او ادوات يعني اي كيو كومبرسر او اي شيء زي هذا لكل صوت على شكل منفصل خلينا نبدأ مع الكيك خلينا اخذ اي كيو مثلا حطه على الكيك احاول نغصر شوية من الساب باس ونعطيها شوية رزنانس اخذ التسعين كبداية لاحظ برغم انه احنا قصينا من الساب باس لكن فعليا الصوت اقوى اصباحا واكثر تفصيل لانه اعطينا هنا لما قصينا من الساب باس عوضنا بشوية رزنانس بهذا المكان ممكن تلعب بيها وهذا ايضا باعتبار ان احنا عملنا رزنانس فحيبين الصوت على على طبقة معينة حسب رزنانس انت وين حطيتها لانه انت سويت بوست ضيق بكيو ضيق هو حيكون هنا رفعت فريكنزيات معينة خلت انه ممكن نوتا تبين اكثر من انه نوتا ثانية فانت ممكن تلعب وهذا شيء يعتمد على الاغنية والكي اللي انت شغال بتفع الاغنية طيب هنا حابب اضيف الغلو كومبراسر هذا على الاساسي المين حابب يكون بطيء الاتاك تبع ثلاثين ميلي سيكند ثلاثين ميلي سيكند ريليس ثلاثين ميلي نبقى اضيف اضيف بصق قبيبا هذا مناسب نضيف الكلاب نقص البيس التي لا نحتاجها منها اوكي لاحظوا ان احنا قصينا بس انو حافظنا على الصوت لاحظ كبير جدا انو ما اختلف عدنا بس اتخلصنا من الفريكونسيات اللي ما نحتاجها الكونغات نفس الشيء موسيقى تقريبا هو نفسه ناخذه نضيف الكلابات الثانية تبع الكونغات موسيقى 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 اشتركوا في القناة ما اعتقد احنا اضطح اي كيو خلي نشوف طبعا ممكن من هنا بال اي كيو يعطينا انا لايزار اكبر منحاول نفتح صوتها شوية اوكي طيب خلي مثلا خلي نضيف نضيف ديلي على الهي هات حاول انه يغيفن شوية ايقاع وعتم بالهي هات بدونا طيب خلي نعدل الباننج التابعة لها هات نوديها على اليمين شوية نبدأ نفتح الديلي نفتح الديلي نفتح الديلي ما الشي كان طيب الكلاب نعطيها شوية ديبث نستخدم عليها مثلا ريفر بس نقص اول شي شوية من نعمل بس نعمل بامبنج شوية 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 ديبث اضافية ل glowing ديبث خحنا ديبث اكب comparing which Стal الكلاب تطلع للأمام بشكل أفضل اوكي ممكن بهذا الشكل الكيك ممكن نضيف عليها كونبرسر عشان نتحكم شوية بالأتاك نعطيها شوية أتاك نشوف الأوتو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الان ممكن هذا نفس الصوت اللي احنا سويناه مثلاً عدنا هنا تبع الهي هات ممكن نعمله ممكن نعمله دوبليكيت الان لما عملنا دوبليكيت هنا ما معناته انه بالميدي اصبح ادنا اثنين او هنا عدنا مثلاً بالخانات هذي اصبح ادنا اصبح ادنا اثنين من نفس الصوت لا هو هنا نفسه بس مكتوب عليه اصبح مكتوب عليه ملتي ملتي معناته انه هي عدنا نوت او صوت واحد بشغل اثنين اللي هي هذي وهذي قلوبناSTR طيب احنا زي ما قلنا هذي و هذي على هذي خلي ينضيف مثلاً phlanger اااااااااااااااااااااااا.. ماء اوكي الان احنا اضفنا الفلانجر انا حابب اعمل شوية يعني شوية شوية ترتم باليقاع خلنشغل ونسمع بدون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدونها هذا شكل الهاي هات قبلها والآن بعد ممكن اغير الآن الصوت بس هنوقف انو انعطل هنا البوست اللي عملنا على بالشانل الثاني بس هنا هعمل بوست على شوية على المدى رينج وحاخذه بزاوية شوية ضيق مثلا اسمع اوكي الآن هنا على الشانل الثاني ممكن ألعب شوية برتم تبع الديلي واشوف شو ممكن يعطيني كرتم مختلف بضونها اشتركوا في القناة ممكن هنا نعمل شوية compression عليها ناخذ attack سريع و auto release وننزل ال threshold ونوقف ال makeup gain ونزل ال output 2db اوكي مثل ما شفنا بهذا الشكل انا كيف اضفت مثلا هنا ال hi hat بعدين اضفت عمل duplicate لل channel تبع ال hi hat اضفت عليه مثلا اشياء مختلفة زي flanger اضفنا eq و اضفنا compressor لعبنا بال delay غيرنا حتى غيرنا حتى ال eq نلاحظ هنا بال channel هذا عدنا حاشتين هنا فقط هنا الوضع عدنا مختلف مع انه هو نفس الصوت و نفس الخامة لكن عملنا منها نسختين فاضفت عدنا شيء مختلف على الايقاع خلينا سمع مرة ثانية بدون option بدون channel الاضافي اللي اضفناه لل hi hat و ايش هو الشيء اللي اضافه عدنا على الصوت نلاحظ بدونها ممكن هنا نعدل بان انك ايلن موسيقى 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 ايه بلو التشانير الثاني مثلا جربنا نعدل البرننج تبعه ملاحظة اختلف الصوت عندنا نوقفه ممكن هو شوية عالي نوقفه مثلا مينس ثلاثة ديسبل الهدف نلاحظ ان الهدف هنا المطلوب انه بين الضربات الاساسية يكون عدنا فيه رتم شغال زي اللي بيعمل يعني يعني زي شد ودفع مع اللقاء بحيث اللقاء يكون يكون فيه رتم شغال ما بين الضربات فبيعطي جمالية افضل اللقاء تقريبا هذا كل شيء الان بالحلقة او بالفيديو هذا واستنوني بالفيديوهات الثانية متعلقة بابلتون لايف تحياتي لكم مصطفى البازي افضل اللقاء تح cabارستي لكم عاممة تحياتي لكم مو skate تحياتي لكم عامعة تحياتي لكم Service يوم جعدة لكم ماءة افضل اللقاء يوم ر ashكا رشمال يوم ربر tide تحياتي لكم ويوم رسادة لامن